اشتركوا في القناة والمحبوب وآل بيته والصحابة المقربين والشهداء والصدوطين باب العنبرية احد الابواب الخارجية للمدينة المنورة مسجد السلطان عبد الحميد بالمدينة المنورة قبر سيدنا حمزة بن عبدالطلب رضي الله عنه عم الرسول عليه وسلام واخيه في الرضاعة جبل احد الذي قامت في موقع احد سنة ثلاثة هجرية وتشهد فيها سيدنا الحمزة مسجد الفتح احد المساجد التي بنيت اهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويقع في شمال المدينة على رضي من ربا جبل سلح مسجد القبلتين به محرابان احدهما يتجه الى الجنوب جهة الكعبة والاخر يتجه الى الشمال جهة بيت المقدس والمأثور ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المسجد الى بيت المقدس حتى امره الله تعالى ان يجعل الكعبة قبلته بستان ومسجد عروى في ظاهر المدينة ترجمة نانسي قنقر مسجد الغمامة ويسمى ايضا مسجد المصلى ذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيدين في موضعه مسجد سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه عين الزرقاء عين مأثورة يرتوي منها اهل المدينة المنورة مسجد قبل اول بناء اقيمة الاسلام ليكون مسجدا بناه الرسول عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة وهو المسجد المصول بقوله تعالى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المستحرين مبرك الناقة في مسجد صباح المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام عند اخر مرحلة من مراحل الاجرة الى المدينة المنورة محراب مسجد قبل ويوجد في نهاية جداره محراب اخر يقال له طاقة الكشف شارع بالمدينة المنورة يؤدي الى الحرام الشريف سوق بالمدينة المنورة قبل قدوم الحجاج سوقوا بعد قدوم الحجاج سوقوا بعد قدوم الحجاج باب السلام احد ابواب الحرم النبوي الشريف القبة الخضراء الشريفة التي تظل تحتها قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه ابو بكر الصديق وعمر الفاروق السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد عبده ورسوله بلغت الرسالة وأديت الامانة ونطحت الامة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اختارك لدواره جزاك الله عن المسلمين خير جزاء اشتركوا في القناة